حضرتك قلت ان والده كان تاجر فاكهة تاجر فاكهة مش بالشكل اللي هو الناس بتتخيله يعني والده هو جدي واخواته كان اربعة من كبار تجار الفاكهة على مستوى الجمهورية مش على مستوى الزقذيب الشرقية لهم موزقين فاكهة اللي كان بياخدوا الخاصة الملكية واللي كان بيجي لهم ورا الشواء بتاعتهم قطر قطر السكة حديدة كان بيختارك الزقذيب جايب الفاكهة من الشام البرتقان اليفاوي والأهم كان السكة الحديدة ماشية الشوادر الضخمة دي او الشوان الضخمة دي كل شونة منها بقت عمارة فهو اتولد في بيئة سرية جدا وتقال عليه ان هو ابن الاربعة لان كان جدي اكبرهم وهو اول ابن لحد منهم وقالوا اتولد وبقه معلقة من دهب عشان كده توفر له حاجات غير عادية في الاول كلها بس ربطوا ما بين في جزء من الصور الشعرية اللي هو كتبها ربطوها بسوق الخضار بفكرة الجزء الشعبي ومش فقط الفاكهة اه دخلة الفاكهة والأظهار والطبيعة وكل دي موجودة انما بايه بحضرية طبعا طبعا يعني هقولك على سبيل النساء في البدايات دي كلها في مثلا السعر كبير نزال قباني ده جيه القاهرة في اول الخمسينات كان ملحق في الصفار السوري لما جيه ودي قصة برضو متكررة كثير قوي قال لهم عاوز اشوف مرسي جميلة نزيلة وبلد مرسي جميلة نزيلة قالوله زيدي بلد عادية قالوله لا قطعا بلد مختلفة لان الحضرية اللي عنده دي جيبها منين في عنده حضرية فهو اذا التقت البيئة دي اه اتشبع بيها بس قدمها بايه بحضرية عالية جدا حضرية كنت بتتكلم متخيلة اغنية الحلوة داير شبكها شجرة فكها ولا في البساتين الحلوة مش شبك طلع اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه 99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه